مفاجأة وزير المالية المصري يخرج عن صمته ويتحدث عن وضع مصر الحالي ولأول مرة مفاجأة في أسعار الدولار بالسوق السوداء في مصر وصدمة ارتفاع أسعار البنزين في مصر ننشر التفاصيل وما فيش قطع كهرباء تاني قرار حكومي عاجل يبدأ تنفيذه الآن بننشر أيضا التفاصيل في الفيديو وأسعار العربيات في مصر هتبقى في السماء بننشر الأسباب والتفاصيل وضربة كبرى من الداخلية المصرية لمتهمين قاموا بتزوير عملات أجنبية ننشر التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عاوزين نوصل في هذا الفيديو لألفين وتلات تلاف أعجبني وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نملى التعليقات بالصلاع الحبيب محمد وتحية مصر ونبدأ مع بعض في التفاصيل نبدأ مع حضراتكم في تفاصيل أول خبر معنا ومفاجأة وزير المالية المصري يخرج عن صمته ويتحدث عن وضع مصر وزير المالية المصري الأستاذ محمد معيط طمننا وقال إن الأوضاع الاقتصادية في مصر بتتحسن وإن الفترة الجاية هتكون أفضل الوزير قال إن الحكومة بتاخد إجراءات شاملة ومتكاملة ومتصقة عشان ترجع النشاط الاقتصادي بسرعة وتدفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير الأستاذ معيط أكد إن الحكومة مستمرة في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفيدة وزيادة أسعار السلع والخدمات في حوار مفتوح مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفرقة والاتحاد العام للغرف التجارية حول مشروع الموازنة الجديد قال الوزير إن الموازنة جديدة استثنائية وبتستهدف تحقيق فائد أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي شرح الوزير إن الإيرادات العامة هتبلغ حوالي 2.5 تريليون جنيه وبتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية بينما تبلغ المصرفات العامة حوالي 3.8 من 10 تريليون جنيه بمعدل نمو حوالي 23% الأستاذ معية تأكد لنا إن عندنا مساحة كبيرة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بما يتصق مع الإجراءات الحكومية الجريئة لاتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة أكد الوزير إن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي وإنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستسبرين خلال العام المالي المقبل وكشف الوزير إنهم بيعدلوا قانون التأمين الصحي الشابل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي نسأل الله إن الأوضاع تستقر ونشوف تحسن ملموس في حياة كل مواطن مصري إن شاء الله مصدر معانا كام من القاهرة 24 أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر أنا لحضراتكم وننتقل مع بعض الخبر آخر ولأول مرة موفا جاء في أسعار الدولار بالسوق السودة في مصر أخبار حلوة من السوق السودة الأول مرة سعر الدولار فيها ينزل عن سعره في البنوك واحد من كبار المسؤولين في شركة صرافة قال إن الناس كلها بتجري على فروع الشركة عشان تبيع الدولار والنقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف ومحدش بقى بيروح للسوق السودة عبد المجيد موحي الدين رئيس شركة الأهل للصرافة قال إن فروع شركته اللي أكتر من 80 فرع جمعت حوالي 284 مليون جنيه من النقد الأجنبي في أول أربع أيام تحرير سعر الصرف وعاد الفوزي رئيس شركة مصر للصرافة تبع البنك مصر قال إن فروع شركته اللي عددها 71 فرع جمعت حوالي 211 مليون جنيه في رابع أيام تحرير سعر الصرف والبنك المركزي كان أعلن يوم الأربع اللي فات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فرفع سعر الدولار من 30 جنيه 94 قرش ليه 50 جنيه وبعدين نزل تاني ليه 49 جنيه و11 قروش في نص تعاملات بعض البنوك يوم الحد البنك المركزي بيهدف من تحرير سعر الصرف ده أنه يلغي الفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنك عشان سعر الدولار يبقى واحد في كل مكان محمد الإتريبي رئيس بنك مصر واتحاد البنوك قال إن فروع البنك بتستقبل كميات كبيرة من النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف وده ساعد على زيادة موارد النقد الأجنبي أكبر 3 شركات صرافة تابعة البنوك حكومية جمعت حوالي 510 مليون جنيه من النقد الأجنبي اللي بيعادل 10.3 مليون دولار خلال أول أربع أيام تحرير سعر الصرف بينما كانت التدفقات قليلة جدا قبل كده قرار تحرير سعر الصرف ساعد على موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرد من 3 إلى 8 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة استثمارات الإمارات في مصر ب35 مليار دولار لتطوير مدينة راس الحكمة وقرار تحرير سعر الصرف ده خلص على الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره في البنوك اللي كان وصل لمية 35% في بعض الأوقات بسبب قلة النقد الأجنبي في البنوك والصرفات الحمد لله على كل حال وربنا إن شاء الله يكمل هذا الخير ونشوف تحسن في كل حاجة وفي الاقتصاد المصري وإن شاء الله يتم القضاء على السوداء تماما وأترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر المصدر معانا كان من صحيفة مصراوي أترك لحضرككم التعليق أنقل لحضرككم وننتقل مع بعض الخبر آخر وصدمة ارتفاع أسعار البنزين في مصر وحسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية قال إن المؤشرات بتقول إن أسعار البنزين والصدارها تزيد في مصر بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم كله وانخفاض قيمة الجنيه المصري أستاذ حسن قال كمان إرتفاع أسعار الوقود في مصر ممكن يوصل لعشرة في المية يعني جنيه واحد في أسعار البنزين ومقرر إن لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة تصدر قرارها بخصوص أسعار الوقود خلال شهر مارس الحالي بعد آخر اجتماع ليها في نوفمبر الماضي دلوقتي سعر البنزين 80 10 جنيه للتر وسعر بنزين 92 هو 11 جنيه ونص للتر وسعر بنزين 95 هو 12 جنيه ونص للتر الأستاذ حسن قال إن قرار اللجنة بيجي بعد دراسة السوق العالمي والمحلي وتحليل كل العوامل اللي بتأثر على أسعار الوقود زي سعر برميل 5 برينت وسعر الدولار إن شاء الله ننتظر سعر البنزين الجديد هل في الاجتماع المقبل إن شاء الله هيكون فيه زيادة في أسعار البنزين ولا لأ خلونا نعرف إن شاء الله مع بداية الاجتماع القادم بإذن الله بشأن أسعار البنزين في مصر أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر عاوز أعرف من حضراتكم هل شايفين إنه يعني هل هيكون فيه تحريك في سعر البترول في مصر أو سعر البنزين والسولار أترك لحضراتكم اكتبونا في التعليقات تحت توقعاتكم إيه أنقل لحضراتكم وانتقل مع بعض الخبر آخر وما فيش قطع كهرباء تاني قرار حكومي عاجل بيبدأ تنفيذه الآن و مركز التحكم القومي في شبكة الكهرباء المصرية هينفذ قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان بمناسبة الشهر الكريم مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء أكد لجريدة الوطن المصرية لكل فروة وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى القرى والمراكز والأحياء هتلتزم بقرار الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء وأطع الطيار شركات توزيع الكهرباء اللي هتلتزم بقرار وقف تخفيف الأحمال هي شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ومصر العليا لتوزيع الكهرباء مصر لسه بتعمل على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة ربنا ان شاء الله يعني يفك هذه الازمة على خير وما يبقاش في قطع للكهرباء لانه لاحظنا ان في قطع كهرباء في بعض المناطق فان شاء الله تلتزم شركات توزيع الكهرباء باذن الله بقرارات الحكومة ويبقاش في اي تلاعب من قبل الشركات واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر اسعار العربيات في مصر هتبقى في السماء ننشر الاسباب والتفاصيل تأثير رافع الدولار الجمركي على اسعار السيارات في مصر الخبراء بيتوقعوا زيادة اسعار السيارات الجديدة والمستوردة تعالوا اقولكم التفاصيل الدولار الجمركي هو سعر الدولار اللي بتستخدمه جمالك لتحديد قيمة البضائع المستوردة وحساب الرسوم عليها مع ارتفاع الدولار الجمركي هتزيد اسعار السيارات الجديدة وزيادة من 5% لـ 20% للسيارات المستوردة من دول اسيا وزيادة من 10% لـ 15% للسيارات المستوردة من دول الاتحاد الاوروبي وتركيا وزيادة اسعار السيارات بسبب ارتفاع الدولار الجمركي وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاحداث في البحر الاحمر وصعوبة الاستيراد وتوقف الاستيراد الشخصي عبر المناطق الحرة في حلول مقترحة زي تسبيت سعر صرف الدولار للسيارات المستوردة لمدة شهر عند مستوى 30 جنيه 94 إرش او انتظار استقرار السوق والتوافق مع قرارات البنك المركزي اسعار السيارات حاليا جيدة وانخفات قيم الـ بنسب وصلت لنص مليون جنيه في السيارة طبعا رقم ضخم النص مليون جنيه دول يجبو لك عربية مستعملة محترمة فلما نص مليون جنيه تبقى الخفاض في قيم الأوفر برايس في مصر اعتقد ان هذه النسبة عظيمة جدا اترك لحضراتكم التعليق وانا تمنى ان ما يبقاش دي مجرد يعني بيانات من الناس لان خلي بالكم ان الاسعار السيارات نزلت في الفترة الحالية ونزلت جامد فاتمنى هذه البيانات ما تكونش بيانات لان كده كده اصلا العربية متسعر على سعر 80.90 جنيه للدولار كعربية في السوق المصري او في سوق المستعمل فلما تقول لي ان سعر الدولار الجمركي بقى 50 جنيه بدل 30 جنيه فاحنا بالتالي كده كده اصلا اصعار السيارات في مصر الزيرو المستعمل ما لهمش علاقة بالسعر الدولار في البنك وسعر الدولار في السوق الموازية وسعر الدولار الجمركي اصعار السيارات في مصر متعلقة بالاهواء او التفضيلات الشخصية يعني انا عندي عربية مثلا بسعرها الحقيقي 10 تلاف جنيه على سبيل المسال انا بيها بعشرين الف جنيه هو ده السوق المصري ماشي كده مالوش علاقة بخالص الدولار الجمركي ولا بالدولار في البنك ولا الدولار في السوق الموازية اترك لحضراتكم بالتعليق على هذا الموضوع وقلونا رأيكم برضو بخصوص موضوع السيارات واسعارها في مصر الاسعار الجنونية اللي احنا وصلنا لها عاوز اعرف رأيكم فيها ننتقل مع بعض الخبر اخر وضربة كبرى من الداخلية المصرية لمتهمين قاموا بتزوير عملات اجنبية و النيابة بتحبس عصابة تزييف العملات اربع ايام على زمة التحقيقات القت الاجهزة الامنية بمدرية امن القاهرة القابضة على سبعة اشخاص متهمين بتزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة وكانت معلومات وتحريات الاجهزة الامنية قد اكدت قيام تشكيل عصابي مكوى من سبعة اشخاص احدهم له معلومات جنائية بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات بحسب موقع البلد المصري فقد تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية واجنبية مزورة واعترف المتهمون بتحصرهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية وشقيق مقيمان بدائرة قسم شرطة الزتون تم ضبطهما وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مزورة ومبلغ مالي صحيح بالإضافة للأدوات والأجهزة والأوراق المستخدمة في التزوير ووحدتين تغزيم فلاشة تحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين يعاقق قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37 على جرائم تزوير وتزييف العملات حيث تكون العقوبة السجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ولكم التعليق وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم متألتش عليكم إن شاء الله كان معكم إسلام الأمير ورمضان كريم على حضراتكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة